اشتركوا في القناة لو ان اللاعبين دي الجنوب افراقية استغلوا الاخطاء الدفاعية الفاذحة والبدائية لللاعبين دي المنتخب الوطني المغربي قلتها من قبل وغلت زيد نعودها مرة اخرى بركة من تطبال بركة من الفيخ بركة من الافلام الوطائقية بركة من عيشوا على احلام المركز الرابع دك الشسالة خصنا نساوه وخصنا نذكره فيما هو قادم المنتخب الارجنطيني خدك عس العالم احتافل واحد سيمانة ولا جوجية سيمانات وتنسى كل شيء وبدأ العمل استعدادا لتظاهرات القادمة وهكا خصتفكر المنتخبات المحترفة احنا ده بشوش حدز على المونديال وما زال افلام الموطاعة عيقية وما زال تطبال وما زال انفيخ وما زال وما زال هذا شي كله خصوه يتنسى وافراقيا تختلف تماما على كعس العالم منتخب الوطني المغربي ما خصنا ننساوه على اننا كمنتخب مغربي عبنا عقدة في كعس امم افراقيا منتخب ما خدناش اللقب منذ اكتر من خمسين سنة وهذه المسألة غير مقبولة تماما اكيد نهاية الموسم لاعبين عيال لا يكون فعون جميع اللاعبين شحنوا واحد تفكر في المستقبل ديالو وليد القراغي تجرب لاعبين تجرب خطط معينة ولكن هذا ماشي عضر هذا ماشي عضر باش نلعبوا اي لقاء ونشوفوا هاد المستوى ونخسروا اكيد على انك مزيان تخسر ومزيان تدير اخطاء في مثل هذه اللقاءات باش تفادى هاد الاخطاء في اللقاءات المهمة واللقاءات المصيرية ولكن واحد المسألة غصنا نعترفوا بيها على ان افريقيا تختلف تماما على اوروبا وكان شي لاعب تجيبه في اوروبا يعني لما تكون لعب كأس العالم ولا لعب شي تظاهرة في بلد اوروبي تجيبه يعطيه ولكن لما ادي هاد اللاعب وتحطوه في الكوديفوار ولا تحطوه في زامبيا ولا تحطوه في الكاميرون في الاجواء الصعيبة في الرطوبة في درجة الحرارة في ارضية الملعب كاريتية ما غدا يقدم لك حتى شي اضافة ووليد الرقراقي عارف هذه المسألة درف البطولة دينا خدا تشامبينس لغ مع الويداد صال وجان في الاضغالة الافرقية يعني اليوم شفنا لان بعض اللاعبين تعطيتهم فرص متعددة ولكن ما تقدموش اضافة للمنتخب الوطني المغربي واليوم تأكدنا لان في المنتخب المغربي ما عندناش اي واحد يمكنه يعوض اللاعب المرابط اللاعب المرابط اليوم ما لعبش وسط الميدان الكوروندير يعني الوسط اليوم جو تليب باس لا تدين اللاعبين دي جنوب افرقية تضربوا الواسط وتلقوا راسهم امام المرمى علاش حيث مكنش المقاتل المرابط اللاعب لوزا ما صالحش في المركز ديال المرابط ومشي دول مركز اللي تلعب فيه في واتفورت الانجليزي المزراوي المركز ديال الظاهر ايسر رامشي المركز دياله هو مدافع ايمان ونطن في الضلع لانه تلعب لاعب تلعب بالقدم اليسرى مثلا اللاعب عطي الله يعني عطيت الله انا تنفضله في المكان ديال الظاهر الايسر بحكمة لانه لاعب وعطيت الله لعب ديال افرقية رف السنوات الاخيرة ما خلا فيه اللعب مع الويدات في الاضغال الافرقية عكس المزراوي اللياقة البدنية دياله ضعيفة ودائما الاصابة دياله منتكررة مع المنتخب الوطني المغربي المحمدين انا عضره اليوم دال خطأ تسبب في الهدف الاول ولكن دال العديد من التدخلات القوية ممكناش نحاسبه حارس على هفوة واحدة دالها بحكمة لانه المحمدي من قد المنتخب الوطني المغربي في العديد من المرات وحنا عارفين لان نابونو هو الحارس الاول والمحمدي هو الحارس الثاني ديال المنتخب الوطني المغربي وقلتها ونزيد نعودها رأي اوروبا ماشية افرقية يعني صراحة المستوى اللي شفناه اليوم والكم الهائل من التمريرات الخاطئة تقريبا 70% من التمريرات ديال اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي عشوائية وخاطئة وهذه المسألة غير مقبولة تمامة ما تقول ليش لاعبين رسميين غابوا لا المنتخب المغربي لما تكون عندك 28 لاعب في اللائحة كلهم يكونوا في نفس المستوى المستويات على الأقل تكون متقاربة ماشي لاعب يكون المستوى دياله هاكا ولاعب المستوى دياله طايح لا هذه المسألة غير مقبولة وغير مقبولة تماما على أن في المنتخب المغربي ما عندناش معاود للعب المرابط يعني لا قدر الله تعطب لك المرابط في شي اللي يقع شنو غادي يدير أرى المغرب 40 مليون ناس ما عندناش واحد يمكن له يعاود المرابط يعني ليوم شفنا على أن وليد رقراقي في الصوت الأول لعب بزياش بلاي ميكر صانع لعاب وهذا المركز ما صالحش لزياش يعني شفنا في الصوت الأول زياش كان خارج تغطية ولدرتي مقارنة بين زياش ديال الصوت الأول اللي يلعب بلاي ميكر وزياش ديال الصوت الثاني اللي يلعب كجناح إيمان فرق بين السماء والأرض الصوت الثاني أفضل اللعب في اللقاء هو زياش ماشي حي تسجيل هدف ولكن الخطورة ديال الزياش في الكولوار تعرفي راوخ تعرفي كروشي تعرفي يدير تكلية صندر وتسديدات أيضا شفنا التسديدة اللي تقريبا مزاوية مغلقة كيف سجل زياش الهدف ديال تقليص الفارق للمنتخب الوطني المغريبي اللعب مالح الصوت الأول كان لبأس به ولكن الصوت الثاني خارج تغطية خارج تغطية وهذه المسألة يمكننا نعضره فيها شوية لأنه أول لقاء رسمي تنضل مع المنتخب الوطني المغريبي عندنا مشكلة أيضا في رأس الحربة تجيونا فرص وتنضيعهم بغرابة شفنا هذه المسألة ضد البيرو شفناها أيضا ضد الرأس الأخضر واليوم تكررت يعني جاء هنا بعض الفرص لما تضيعش وآخرها الفرصة اللي جاءت للعب الصابري أمام مرمى تقريبا يعني يعني اكتر من بيلانتي تقريبا قريبة بزفر مرمى وضربها بوحد طريقة ضعيفة في يد الحارس ديالجنوب إفراقية احتج جنوب إفراقية جاءهم العديد منها الفرص يعني خصوصا الفرصة لما كانوا رأيب حمجز الواحد سوء التفاهم اللي كان بين أكرد واللاعب مالح المهاجم ديالجنوب إفراقية مشاف واحد من فرات تامعة الحارس المحمدي ولكن اللي حس للحظ ضرب الكورة عالية اليوم رأيبنا ضد جنوب إفراقية جنوب إفراقية رأتقريبا من فيهاش لاعبين محترفين لاعبين ديال ماملودي سانداونس الجنوب إفراقي أورلاندو بايرات بيرسيطاو اللي خلق متاعب كتير للمنتخب الوطني مغربي للجناح ديالأهلي لاعب بخلال أرى مصالح يكون ظاهر أيسر بيرسيطاو مخلا ما دار فيه ولاعب بخلال أنا تنشوفه على أنه تسكن عنده خطورة لما تدخل الصندوق جناح عنده مشكل في المراوغات يعني لما يكون فاصة فاصة مع شيء واحد تتلقى على أنه ما عندهش داك تيكنيك باش يمكن يراوغ بسهولة والد ينتظر هو عمل كبير المنتخب الوطني المغربي الآن في إفراقيا يربحل برازيل أي واحد اللعب ضدنا يريد أن يربح يريد أن يحقق نتيجة إيجابية وتشيتي بي أنه ردة الفعل لعبين ديالجنوب إفراقيا لما انتهى اللقاء فرحة كبيرة بعد تحقيق انتصار على رابع العالم المنتخب الوطني المغربي يعني قلتها من قبل بركة من تطبال بركة من الفيخ بركة من الأغاني بركة من الأهازيج بركة 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 الخدمة 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 ونسعلي هذا كله يعني صراحة أنا لا أعجبني الأداء من المنتخب المغربي اليوم لا أعجبني الأداء يعني الأداء كان أسوأ بكثير من المقابلة من الرأس الأخضر والد ينتظر هو عمل كبير والد يريد يعرف على أن إفراقيا ماشية أوروبا يريد بعد العديد من العناصر لا يستحق من العناصر اللي لم يكنوا حاضرين في كعس العالم يجب أن يكونوا دابا في كعس إفراقيا لأن الأمور مختلفة تماما دعوني الأراء لكم في التعليقات لكي يجاكم لأداء منتخب الوطني مغربي وما بغيش نسمع لأداء لا لما اللاعبين يقدموا مستوى نشيدوا بالأداء ديالهم ولما ما تكونش أداء مزيان يكون دك النقد البناء قسنا نعترفه بالأخطاع لأن ناقص الرجلين تبقى في الأرض يجب أن نفكره بواقعية بعيدا عن الأحلام وبعيدا على أي حاجة أخرى لأننا لم نريد أن ننتكاسة أخرى في كعس أمم إفراقية إذا لم نصلنا على الأقل للمقابلة النيائية في كعس إفراقية التي ستكون في أقل من 6 أشهر سيكون خيبة آمل كبيرة للجمهور المغربي بغينا لقب بغينا لقب بغينا لقب بغينا طرفين ننهزوه نقوله راخدينا كعس إفراقية راخدينا هاد كسادة راخدينا هاد كسادة مبغيناش نحتافلوا بشي حاجة دي المركز التالت ولا الرابع لا بغينا لقب قال عتادر لي له درس بحرقة ولكن تعالصبت اليوم ما عجبنيش الأداء ما عجبنيش المستوى العديد من اللاعبين نرفست من المستوى ديالهم خصوصا لما تتشوف على أن العديد من المنابر الإعلامية ما زلت تطبل ما زلت تدي الأفلام كم معكم ريدا من قناة ورافينز السلام عليكم